بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير مشاهدين القرام أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج من وإلى ظاهرة التحرش لما كل يوم أشوف موقف سخيف في الشارع وشكاوي من طالبات الجامعات من التحرش سواء جسدي أو لفظي ولما كل يوم أسمع خبر اعتداء جنسي أو لفظي في الشارع المصري ولما كل يوم أسمع خبر وآخر خبر سمعته طبعاً زي قضية فتاة العياط اللي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة من زمان وإحنا معروفين بالجدعانة وبالشهامة من لو واحدة أو لو واحدة تعرضت في الشارع لموقف وحش كنا بنلاقي ميت راجل واقف جنبها وما يسبهاش هلله ما يجيب لها حقه النهاردة لما يحصل موقف زي ده أو موقف غير أخلاقي بتلاقي ناس كتير جداً بيلقوا لهم على البنت دي أو على المجنة عليها ويسيبوا الجاني بحجة مستقبله هيضيع طبعاً مستقبله هيضيع لو سبنا الجاني ده لأنه لما يكبر هيبقى مدير مرتشب موظفينه لما يكبر هيبقى دكتور مرتشب الممراضات اللي عنده يعني مليون حاجة غير دول الخلاصة أنا فيه فرق كبير جداً ما بين الزكر والرجل الزكر بيبقى خانة في البطاقة أما الراجل هو اللي الست تحس معاه بالأمان حتى لو ما تعرفهوش أو ما يعرفهوش كان لازم نتكلم عن الموضوع ده مع أنه هو مش موضوع حلقتنا لأن الموضوع أفور أو في الشرع المصري لأنه شفته بعيني وأكذا طالبة اشتكت منه لكن كان لازم أوصل رسالة لكل رجل أو شاب خايف على بناته أو زوجته أو أخته أعرف أنها كما تدين تدين يعني ربنا لما خلق لنا لما فرقنا على الحيوانات خلق لنا عقل عشان نقدر نتحكم في مشاعرنا وعشان نقدر نتحكم في تصرفاتنا تمام؟ يعني نحترم إنسانيتنا شوية لازم نراجع أو نراجع نفسنا مع ربنا شوية لأن الأزمة فعلا في المجتمع المصري ما بقيتش أزمة اقتصادية ولا أزمة مالية ولا حتى أزمة في أي حاجة الأزمة بقت أزمة أخلاق طبعا نطلع فاصل ونرجع تاني لفكرتنا رجعنا لكم تاني مع فكرتنا الأولى طبعا الأسنان مهمة جدا في حياة أي شخص مننا سواء في أهمية استخدامها أو في شكل ابتسامتنا أو الشكل الخارجي ليه لابتسامة كلنا زمان بنعاني من ألم الأسنان وعلاجه البطيء لكن ظهر حديثا أساليب جديدة وأجهزة بتعالج الأسنان في دقائق هنتكلم في الموضوع ده مع النهار ده بشكل أوضح مع الدكتور محمد سعيد منسي أخصائي طب وتجميل الأسنان ودرسات ماجستير التركيبات السب زيكا دكتور أهلا وسهلا طبعا بعد خلق الأسنان المريض بيقابل مشاكل بعد خلق الأسنان منها التسوس وخلافه وفيه أطباء بيستسهله خلق الأسنان بدل من المعالجة عايزين نوضح للمشاهدين ايه المشاكل ممكن تحصل له لو خلق درسه بدون ما يعالجه تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم في الأول بس قبل ما نتكلم عن المشاكل وكده خليني بس أشرح لحضرتك والسادة المشاهدين أن إحنا في مركز مارفل اسمايل شغالين بنظام التخصصات ويعني إيه لما نقول تخصص تخصص يعني إحنا المريض بيدخل عندنا عيادة التشخيص بعد عيادة التشخيص بيتخط له تريتمنت بلان خطة علاجية على أساس الخطة العلاجية ديت بيتم بقى يدخل بقى لدكتور الجراحة دكتور علاج اللسة دكتور التقويم التركيبات وده معناه أن إحنا فريق طبي متكامل بحيث أن إحنا عايزين نسمح لنفسنا أن إحنا نقدم خدمة طبية على مستوى كله في تخصص بزرق عشان نقدم خدمة طبية على أعلى مستوى وكفاءة عالية ونحاول أن إحنا نوصل للمعايير العالمية على قد ما نقدر وكمان عاوزين نروج لمصطلح السياحة العلاجية يعني إحنا الحمد لله بيجينا دلوقتي مرضى من خارج مصر ويعني من أمريكا من دول الخليج من كل مكان والحمد لله يعني الوضع الاقتصادي البلد بدأ يشجعنا على أن إحنا نروج أكتر وأكتر كمان والحالة الأمنية في تحسن ومن أحسن لأحسن إن شاء الله خليني بقى أرجع لسؤال حضرتك المشاكل اللي بتقابلنا بعد الخلق يعني بصراحة وأنا قاعد أجهز للسؤال دوت مش عايز أقول لحضرتك أنا يعني أنا اتفاجئت بالمشاكل وبعددها فهنحاول نختصر أبرز المشاكل اللي بتحصل لنا بعد الخلق تمام المريض لما بيخلع درس أو سنة هو بيتهيق له أنه هو كده خلاص استريح من قلم لكن للأسف المشاكل اللي بتترتب ما بتبقاش على السنة بس اللي تخلعت احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خالق أسناننا بتبقى في حالة تلامس دائم يعني الفك العلوي ضابط مع الفك السفلي فلما بنخلع سنة في الفك السفلي أو الفك العلوي السنة اللي فوق الـ opposing ليها المقابل ليها بتبدأ تنزل من مكانها بتعمل لنا كذا مشكلة أول حاجة ان الـ space اللي كان اللي تحت لو هنقول مثلا إن احنا خلعنا سنة في الفك السفلي السنة اللي في الفك العلوي تبدأ تنزل من مكانها تقفل لنا الالسبيس اللي إحنا كنا المفروض أننا نعوضه وتصعب عليه السرح لنا على الهواء يا دكتور تمام ثم flaps زي ما إحنا شايفين في الصورة اللي قدامنا ديت السلة اللي في الفك السفلي هي المخلوعة السلة اللي الفك العلي بدأت تنزل من مكانها ده عمل لنا مشكلة أولا اللي بتحت بدأت يصغر كمان السلة اللي فوق الجدور بتاعتها بدأت تنكشف والجدر دوت هو جزء حساس جدا غير قابل أو غير معرض أنه يجي عليه سائع وسخن وأكل وشرب فده طبعا بيعمل حساسية جمد الأسنان كمان الأسنان اللي بتبقى جنب الأسنان السنة اللي فقدت بتبدأ تميل من مكانها وتقفل لنا الاسباس دوت وده بيصعب مهمة الدكتور بعد كده في تعويض السنة المفقود دوت حاجة كمان وحاجة مهمة قوي وبصراحة أنا لاحستها على مريضة يعني قابلتني من فترة قصيرة جدا كل الكلام اللي أنا بقوله ده المريض ممكن ما يبقاش حاسس بيه خالص ومش عارف أهميته هو ما يعرفش أه بالضبط أول ما بيحس بألم أول حاجة بفكر فيها إذن أخلع درسي ده حقيقي فعلا لكن لما المريض بيخلع درس وما بيعوضوش يعني بيحصل حاجة اسمها تآكل العض مكان الدرس اللي فقد يعني بقول لحداك قابلتني المريضة ديت من شهرين حاجة زي كده وهي كانت صغيرة في السنة مش كبيرة 31 أو 32 سنة حاجة زي كده تمام وبعدين لقيتها كانت شكوتها إنه وشها بيخس وإن هي كانت عايزة تروح لدكتور تجميل عشان تشوفوا الموضوع ده ووشها بيخس وبالمعنى الدارج على ألسانة الناس ووشها طبق فبتقول لي أنا حاسة إن أنا عجزت مش عارفة إيه السبب فإما بدأ أنا بقى بعد كده الكشف وبصينا في أسناننا ده نحن برضو يا دكتور نافي مقدمة تمام إن الابتسامة مهمة جدا في الشكل الخارجي ده حقيقي ده من أهمية الأسنان ده حقيقي فعلا فلاقيت إن هي خلعة يعني كان عندها مشكلة وخلعة الدروس الخلفية أو الأسنان الخلفية كلها في الناحية اليمين والشمال ترتب عنه إن عظم الفك بدأ يتآكل والشها حجمه بدأ يصغر وبدأت تحس إنها عجزت بالمصطلح اللي هي بتقوله يعني ودي كانت أبرز المشاكل اللي بتواجهنا بعد خلع الأسنان طيب يا دكتور عايزين بقى نعرف إيه الطرق اللي نقدر نعود بها الأسنان لي أو الأسنان المفقودة عموما تمام يعني في الحقيقة عشان أبقى أمين مع حضرتك مفيش حاجة بتعود اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه يعني مهما عملنا من زراعة من تركيبات ثابتة متحركة إحنا بنحاول نوصل يعني مش عايزة أقول الله حيك عشرة أو يعني خمسة في المية من اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ويعني على قد ما نقدر بنحاول إن إحنا نوصل المريض لحالة إن هو يتبقى مقبولة من الأكل والشرب والحياة اليومية الطبيعية أفضل طريقة حاليا بالنسبة لنا دلوقتي هي الزراعة ويعني إيه زراعة لما نيجي نتكلم الزراعة هي إن أنا بحط جدور جديدة جوه العظم من غير مآجي على الأسنان اللي على أيمين أو شمال السنة يعني أنا باجي في السن المفقود بحط جدره جوه العظم وبعد كده بحطه فوقه الكراون أو التاج أو بالمعنى الدارج على ألسنة الناس التربوش تمام؟ فدي طبعا واحدة من الطرق ودي طبعا أفضلهم بعد كده ساعات ما بنقدرش نعمل لعيارين زراعة بيبقى عندهم مشاكل بتمنعنا من موضوع الزراعة يعني إيه مشاكل دي بقى دكتور؟ يعني مثلا مريض السكر وغير منتظم يعني مش قادر يزبط سكره ووصل لمراحل عالية جدا فده طبعا بيبقى صعب بالنسبة له الزراعة بتبقى ريسك عالي قوي في الحالة دي دكتور إلم إيه يعني إزاي نحلو المشكلة بتاعته؟ بالضبط البديل الثاني بقى إن إحنا بنعمل حاجة اسمها التركيبات السبتة التركيبات السبتة اللي هي زي ما الناس بتقول لك عليها الكبري الكبري أو البردج دوت إن أنا بحمل سنة يعني الزراع دي تركيبات المحركة؟ لا الزراع هي سبتة برضو ولكن الزراعة أنا ما بجيش على الأسنان اللي حواليها الكبري دوت أنا بحمل الكبري على الأسنان اللي يمين وشمال السنة المفقودة تمام لكن الزراعة أنا بزرع في المكان المخلوع بس زي ما هو موجود دلوقتي في الصورة العلوي بالضبط بلضبط كده يعني الزراعة أنا بزرع السنة المفقودة بس لكن التركيبات السابتة بيسميها بريج إن أنا بحمل السنة المفقودة على السنة العليمين أو على الشمال فيه طبعا بديل ثالث اللي هو التركيبات المتحركة طيب إيه بقى دكتور التركيبات المتحركة؟ التركيبات المتحركة ديت هي بتبقى تركيبة بتتعمل من مادة شبيهة بالبلاستيك بين المريض بيقدر إنه هو يحطها ويشيلها في نفس اليوم بس مش أكتر يعني طيب دكتور بقى اللثة اللثة دي فيه كتير جدا من المرضى بيقابلوا مشاكل في اللثة طيب ممكن ما يبقاش في الدرس بعينه لكن اللثة فيه حالة تورم أو فيه مشاكل شائعة لللثة عايزين نعرف إيه المشاكل دي والله يبص يا سيد أحمد اللثة هي جزء حساس ولقيق جدا 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 في الفم وأي حاجة بتتأثر به يعني لو عندنا لو أكلنا أكل ومغسلنا السنة نتلاقي اللثة تاني يوم بدأت تلتهت ففيه عيانين يعني الحيال يومية بتاعتهم بتلهيهم عن غسيل الأسنان بتلهيهم عن أن هما يروحوا يتابعوا مع الدكتور من جلسات وتنظيف جير ده بيترتب عليه أن تلاقي العيان سنان وما فيهاش تسوس ولكن من كتر الجير اللي عنده بيبدأ أن اللثة تلتهب بعد كده نزيف نزيف ده أول مؤشر يعني أنه يبدأ يحصل نزيف بعد كده بيبدأ يحصل عندنا تآكل في عضم الفك طبعا حوالين السنة اللي فيها جير بعد كده بتلاقي السنة بتبدأ تتلخلخ لوحدها لأن خلاص اللثة بدأ يحصل فيها انحصار في اللثة العضم بدأ يتآكل ودي طبعا بتبقى من أصعب الحالات اللي احنا بنشوفها أن عيان يجي يخلع درسه أو سنته وهي ما فيهاش تسوس ما فيهاش أي حاجة بيخلحها بس عشان شوية التهابات اللي في اللثة اللي هو معالجهمش من الأول خالص طيب إزيه باقي عليك حال؟ يعني إيه ها أصعب؟ برضو نعرف السلام مشاهدين الأعراض أول ما يحس بالأعراض دي إيه هي الأعراض دي بالزبط؟ وإزيه يعليك حال؟ يعني بصد حالك يا اللثة يعني هي من أنا بقول أنا بقول بصراحة أن هي من مشاكلة أنها ما بتقلمش لأن الألم ده نعمة من عند ربنا برضو لأنه هو بيبقى مؤشر أن فيه مشكلة فاللثة ما بتقلمش كتير يعني بتلاقي العيان لسته بتنزل دم ولكن هو مش حاسس بواجه فأنا طبعا لازم أهم حاجة مراجعة الدكتور لازم نروح كل ستة شهور على الأقل خالص كل سنة للدكتور نشوف الالتهابات اللثة هل لو فيه تسوسات نبدأ نعالجها من بدري يعني ما ننتظرش لغاية الآخر خالص وده طبعا بيترتب عليه مشاكل كتير مش اللثة بس ده اللثة والأسنان والتسوس وبندخل في قصص كبيرة طيب دكتور فيه بعد الناس بيشوفوا أن شكل اللثة غير مريح لهم أو بيديلهم شكل غير تجميلي وبيضطروا ليه استقصال اللثة أو تجميلها إزاي بيتم عملية استقصال اللثة دي وتجملها؟ تمام هو بصراحة موضوع قص اللثة أو احنا بنسميه الجنج فيكتومي هو بصراحة بقى موضوع جميل قوي ودارج اليومين دول ولقيت عيانين كتير بدأوا يقبلوا عليه احنا ربنا سبحانه وتعالى لما يعني اللثة شكلها في ابتسامتنا المفروض يبقى باين منها واحد أو اتنين أو تلاتة ملي بالكتير قوي ساعات في عيانين كتير ولو فريق الإعداد يعرض لنا مثلا صورة من الصور الحالات بيتم أنا جايب لكم شوية صور نشوفها مع بعض بيبقى اللثة الحجم الجزء الكبير قوي من اللثة واللي باين ممكن يوصل لخمسة أو ستة ملي ودي طبعا بيبقى شكلها غير مريح للعيان وهو بيدحك أنا مش بقول عليه عيان قوي هو ما بيبقاش مريض من حاجة معينة ولكن هو حابب ان هو تبقى ابتسامته احسن ويدحك بثقة اكتر فبنتطر ان احنا بنشيل الجزء الزيادة من اللثة دول وفيه كذا طريقة يعني فيه طريقة جراحية وفيه طريقة اللي هو بالليزر طبعا احنا بنحدد كده على اساس ايه؟ انا افضل دكتور الليزر ولا الجراحية؟ والله هو ما فيش افضل واسوأ هو على حسب حالة كل مريض على حسب الحالة بالضبط مش بالاختيار طبعا بنقعد مع دكتور الجراحات اللثة هو بنعمل شوية انفستيكيشن شوية كشوفات للعيان بنعمله شوية اشاعات بعد كده بنحدد هل بقى بنعملها جراحيا هل بنعملها بالليزر على حسب هي لثة فقط ولا هي على لثة وعضم كمان لان ساعات تبقى المشكلة في العضم اللي تحت اللثة ما بتبقاش المشكلة في اللثة بس يعني لان ساعات لما بنعمل العملية ديت ونشيل اللثة بيحصل ان هي بترجع تاني على طول ودي كان عندي حالة قريب من فترة كانت عملت العملية ديت قبل كده واللثة رجعت تاني لها تاني؟ اه رجعت تاني لها لان في المرة الاولى ما كانتش شالت جزء من العضم وده كان مهم قوي ان احنا نعمله بتعمل عملية زراعة تانية؟ او لا مش زراعة احنا بنشيل جزء من العضم اللي هو تحت اللثة بنسويه وبنديله شكل يبقى ديزاين مقبول كده شوية بالنسبة للمريض وبعد كده بنبدأ نعمل عملية قص اللثة طيب دكتور فيه تقنية جديدة او جهازة جديدة زي جهاز الكات كام طيب عايز اعرف دور الجهاز ده وازاي سهل على المريض في علاجة اسنانه او زراع الاسنان طيب يعني جهاز الكات كام دوت هو طبعا احدث التفارات في مجال تركيبات الاسنان ويمكن دوت اللي احنا الحمد لله بنتميز به في المركز عندنا عايز بس انوه الاسنان مشاهدين ان صورة الجهاز على الهوى برضو علشان ياخدوا بالهم تمام احنا كان العيان الاول لما كان بيدخلنا العيادة بمشكلة ما في الدرس سواء كان كسر او تسوس ايا كانت المشكلة وكنا محتاجين ان احنا نعمله تركيبة او زي ما هنقول بمصطلح الدارج برضو طربوش كنا عشان نعمله التربوش دوت كان فيه طريقة تقليدية وهي طريقة تحترم جدا وكنا احنا شغالين بها فترة طويلة قوي وما زلنا بنشتغل بها في عينين برضو يعني مش مش هنهملها قوي ولكن تغنية الكات كان سهلت علينا كتير الطريقة التقليدية ان احنا كان المريض بيدخل بنحضر السنة بنحضر السنة يعني ايه؟ يعني بنبرد جزء بسيط منها عشان تأكسب التربوش او الكافر اللي هيركب على السنة عشان يحميها بقى ويقوم بدوره الوظيفة تمام كنا بناخد المقاس للعيان بال يعني زي ما امبريشن ماتيريال او العيانين بيقولوا عليه المعجون تمام بناخد المقاس بالمعجون دوت او الامبريشن ماتيريال كان فيه عيانين بيبقى عندهم مشاكل للموضوع دوت فيه عيان عنده قلب جي عنده حساسية فيه عيان تاني يقولك انا ما بستحملش اي حاجة فلوي تيجي في بقى عنده القابلية للترجيع بتبقى عالية جدا سوري يعني فما كانش بيستحمل حاجة زي كه تدخل بقى دي كانت اول مشكلة مع الامبريشن ماتيريال او مع المقاسات التقليدية بعد ما بناخد المقاس بنتصل على المعمل بعد اذن حضرتك تعالى اخد مننا المقاس المعمل يبعت لنا المندوب طيب افرضا المندوب اتأخر يبقى كده المقاس دوت اه يعني بياخد وقت على حد المقاس المقاس دوت له وقت معين عشان يتصب في المعمل يتصب بالجبس عشان المعمل يعرف يشوف السنة قدامه تمام طيب المعمل لو اتأخر في صب المقاس دوت المقاس ده للاسف بيبوس فبينتج عنه ان التركيبة في الاخر ما بتبقاش مظبوطة تمام انا مش عايز اتطرق لتفاصيل كتيرة اوي عشان مشاهد بس ما يعني ما نشتتش الناس مننا ولكن بطريقة ما او باخرى احنا كنا معتمدين على العامل البشري في الموضوع دوت بطريقة كبيرة اوي والانسان كلنا بنغلط يعني كلنا معرضين للغلط يعني ممكن فني ما عملت بقى ايده كويسة وفني ما عمل ايده وحشة تمام ممكن المندوب بتاع المعمل يتأخر ما يجيش لهم مشاكل كتير يعني بالزبط تمام بعد كده ظهر بقى بالنسبة لنا دلوقتي مجال الديجيتال امبريشن او المقاسات الرقمية المقاسات الرقمية اللي هي احنا بنقول عليها يعني بناخدها بالكات كام سيستم هو عبارة عن جهاز ممكن نشوفه مثلا قدامنا على الصورة دلوقتي هو جهاز ممكن يبين ان هو صغير في حجمه ولكن هو كبير جدا 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 في قيمته بالنسبة للطبيب وبالنسبة للمريض الجهاز دوت احنا هو عبارة عن كاميرا يعني عشان ابصتها للناس هو عبارة عن كاميرا كاميرا بدل ما كنا بناخد بنحضر السنة وبنبرضها بعد كده بناخد بالمقاس المعجون العادي لا الكاميرا ديت خلاص ما بقاش فيه معجون ما بقاش فيه امبريشن ماتيريال ما بقاش فيه مقاسات دلوقتي كاميرا بتصور السنة بس ويحتاج بالمقاس هو خلاص احنا اول ما بنصور المقاس بيطلع قدامنا على الكمبيوتر على طول على طول تطلع فورا بالمقاس بيطلع فورا المقاس بياخد يعني ما بنكملش مع العيان دقيقة لدقيقتين كم هالجهاز ده متوفر في المركز عندك يا دكتور؟ الحمد لله احنا من العيادات القليلة جدا اللي متميزين بالجهاز دوت كنا سبقين جدا بيه ويحنا شغالين يعني بقالنا فترة برضو على الجهاز دوت وان شاء الله احنا بنحاول نطور على القد ما نقدر خليني بس يعني ارجع مع حضرتك بعد ما بناخد المقاس بنصور السنة المقاس بيطلع قدامنا على الكمبيوتر وياريت لو برضو فريل الادادي يشرح لنا صورة فريل الادادي بعد يزنوكم ممكن اه موجودة على الهواء تمام اه بيعرض لنا المقاس بيبقى قدامنا على الكمبيوتر بعد ما المقاس ده يظهر قدامنا بنعمل ديزاين يعني انا برسم شكل الدرس الجديد اللي انا عايزه كل ده برضو بالكمبيوتر تمام اذا فالغاية دلوقتي مفيش عامل بشري في الموضوع خالص يعني هو وفر على الطبيب ووفر كمان على المريد بعد ما بنعمل الديزاين بيدخل حاجة اسمها ميلنج ماشين يعني جهاز خرط الجهاز ده بيخرط التربوش وبيعود له مثلا في جهاز الخرط ده بفترة بسيطة بعد كده بيطلع لنا التربوش او الكبري زي ما هنشوف بالصورة الجميلة اللي يعني انا جاي ببعض التركيبات اللي اتعملت عندنا حتى طب ممكن على الهواء يا حالينا على الهواء اه تمام وزي ما حياك شايف التركيبات طلع بمنظرها الجميل ده فيه نقطة مهمة قوي بقى عايز اقولها للسادة المشاهدين احنا كنا بن كان الموضوع يعني كوقت كان بياخد مننا قد ايه بالمقاسات التقليدية من خمس لسبع ايام عمل تمام طيب بالمقاسات الرقمية هو يوم واحد فقط يوم واحد فقط يوم واحد ووفر عليه ايام وزيارات ومجهود طبعا طبعا وكمان العيان بيدخل يعني يمكن الحالة دي تقبلتنا من اربع ايام بالضبط وعيان كمان كان جاي من امريكا يعني هو ما بقاش نصدق يعني بيقول لي يمكن انتو انا لو في امريكا مش هاخد الخدمة دي والله يبدون مبلغة قويس جدا يا دكتور برضو يعني لا اصل هو هو دخل وكان عنده مشكلة تم عمل علاج الجزور ليه في جلسة واحدة وبعد علاج الجزور اخذنا المقاسات سلمنا التركيبة او التربوش في نفس الوقت انا برضو يا دكتور بحب اقدم للمشاهد يعني اكتر متخصصين خبرة في اي مجال بحيز برضو ان هم يستفادوا اكتر عايز بقى نصيحة لكل المشاهدين اللي لوقاية من مشاكل الاسنان او امراض الاسنان ايا طبعا النصيحة الاولى والاخيرة لازم نتابع مع دكتور السنان دكتور السنان يا جماعة ما بيخوفش دكتور السنان ما بقاش زي الاول ما بقاش في علامة لا خالص الموضوع تطور جدا احنا يوم عن التاني في تطور ويمكن احنا عندنا في العيادة في مارفل اسمايل احنا يعني احنا دلوقتي في شهر 11 احنا في 11 2019 السنة دي غير 11 2018 وانا متأكد ان شاء الله ان احنا 11 2020 كمان السنة الجاية وابقى مع حضرتك بردو ان شاء الله ان شاء الله ببت اتنوارني والله ربنا يخليها ربنا ان شاء الله السنة الجاية هيبع عندنا حاجات احدث واحسن دكتور الاسنان فكرته ياريت الناس يغيروا فكرته عن دكتور الاسنان ان شاء الله الزيارة الدورية عمل جلسات تنظيف الجير باستمرار لو فيه تسوس نبدأ نلحقه من الاول اللي هو تسوس سطحي احنا ممكن نعمله يعني يعني عايز اقول لحاجات حالات كتيرة بنعملها من غير بنج كمان يعني تسوس كل ما بيبقى سطحي بنقدر ان احنا يعني بقول لحاجات بنشتغل من غير بنج تقدر تحل المشكلة بدون قلم بالضبط بنوفر جلسات على المريض بنوفر تكاليف على المريض كمان يعني احنا كل ما نتأخر كل ما المريض بيتحمل تكاليف اكتر يعني بنلاقي بعد كده ان هو بدلا ما هو تسوس بسيط يبقى تسوس عميق ويوصل للعصب يعمل علاج عصب ويضطر بعد كده يعمل تركيبة فيعني الموضوع بيبقى صعب على الدكتور وعلى المريض دكتور محمد المانسي اخصاء طب وتجميل الاسنان شرفتنا النهاردة ونورتنا جيدا وانا وشكرك على المعلومات المفيدة واللي اكيد المشاهدين استفادوا منها ان شاء الله في لقاءة تانية باذن الله زي ما وعدتنا مشاهدين القرام فاصل ونرجع تاني لفقرتنا التانية